من بؤرة التهميش إلى ذروة الاهتمام ومن رحم الأزمات إلى شرايين الإنجازات نجحت الدولة المصرية في السنوات السبع الأخيرة في إحداث نقلة تنموية في صعيد مصر بعد أن ظل بعيدا عن أعين الدولة طيلة عقود كبيرة بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها في محافظات الصعيد منذ يوليو 2014 حتى يونيو 2021 2343 مشروعا اكتمل تنفيذه بتكلفة بلغت نحو 51 مليار جنيه وذلك من بين نحو 4 450 مشروعا أقامتها الدولة في محافظات الوجه القبلي باستثمارات في مختلف القطاعات بلغت 374 مليار جنيه ووفرت مشروعات التنمية القومية في محافظات الوجه القبلي نحو مليوني فرصة عمل لأبناء الجنوب وحقاقت العديد من المشروعات الخدمية العملاقة في مختلف القطاعات الخدمية كقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق والكباري ما ساهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين المحافظات وتشكيل بعد استراتيجي مهم في التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية كما سهل تطوير شبكة الطرق ومد شرعين المشروعات الخدمية في حركة انتقالات المواطنين وتنفيذ متطلباتهم والتوسع العمراني والصناعي والزراعي وإقامة العديد من المصانع في المناطق الصناعية والظاهير الصحراوي لمحافظات الوجه القبلية وجاءت مبادرة تطوير قرى الريف والصعيد ضمن استراتيجية حياة كريمة للارتقاء بمعيشة أهالي مصر ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإقامة مساكن متحضرة وتقديم خدمات طليق بأبنائها